السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إلكتريك في هذه الحلقة سنتعرف على مفاهيم القدرة الكهربائية لأجهزة الطيار المتردد وسنتعرف أيضا على مفهوم معامل القدرة أريد تنبيهكم أنني في هذه الحلقة سأعمل على شرح مفاهيم فيزيائية وحسابية بشكل سطحي ومبسط لأن قناة الكهرباء إلكتريك هي قناة تقنية في مجال الكهرباء وليست فيزيائية أو ريادية وسأركز في الشرح فقط على الأشياء التي سنتضر لاستعمالها في مجال الكهرباء المعمارية أو الصناعية بشكل مبسط ووجيذ لن أدخل في تفاصيل أكثر تعقيد المهم في هذه الحلقة هو أن تتعرف على الأشكال الثلاثة للقدرة الكهربائية للتيار المتردد ومعامل القدرة والعلاقة بين كل هذه المفاهيم إذن لنفع فاصل القناة وندخل بعد ذلك للشرح بسم الله الرحمن الرحيم القدرة الكهربائية لأجهزة الطيار المستمر لها شكل واحد وموحد وهو ما شادناه سابقا في شرح القدرة الكهربائية أما بالنسبة للقدرة الكهربائية لأجهزة الطيار المتردد فتلقسم إلى ثلاثة أشكال رئيسية للقدرة الكهربائية وهي القدرة الفعالة والقدرة الغير فعالة والقدرة الظاهرية تعتبر القدرة الفعالة والقدرة الغير فعالة الشكلين الرئيسيين أو الأساسيين للقدرة الكهربائية لأجهزة الطيار المتردد أما القدرة الظاهرية فهي كنتج أو نتيجة حتمية لتواجد الشكلين الأساسيين الفعالة والغير فعالة العلاقة بين أشكال الثلاثة للقدرة الكهربائية لأجهزة الطيار المتردد يتم شرحها أو تمثيلها فيزيائيا بواسطة أسهم القوى أو المتجيات وهنا سننتقل إلى شرح هذه العلاقة بين الأشكال الثلاثة بواسطة كرة على سبيل المثال بشكل بسيط لدينا كرة في يد شخص ويريد هذا الشخص أن يدخل الكرة في فتحة عن طريق رميها من مسافة بعيدة أو يريد أن يصيب الهدف من مسافة بعيدة بواسطة الكرة عندما يرمي هذا الشخص الكرة لأول مرة تسقط في هذا المكان بعيد يعني عن الهدف والكرة لم تدخل أو لم تصل إلى هدفها والسبب في ذلك أن القوة التي رمى بهذا الشخص الكرة في المرة الأولى كانت ضعيفة نوعا ما وقوة الجاذبية قامت طبعا بسحب الكرة إلى الأسفل إذن لنمثل القوة التي تم تطبيقها أو تعرضت لها الكرة في هذه الحالة الأولى هناك قوتين أساسيتين قوة الرمي التي قام بها الشخص وقوة الجاذبية التي تجبت كل الأشياء نحو الأرض يمكننا الآن أن نعتبر قوة الرمي هي قوة فعالة بالنسبة لنا ولهذا الشخص الذي يريد إصابة الهدف أما قوة الجاذبية فهي قوة غير فعالة وتعيق نوعا ما الكرة حسن جدا الآن القوة التي ظهرت لنا بعد تعرض الكرة لهاتين القوتين يعني القوة الفعالة والغير فعالة هي القوة الظاهرة أو الظاهرية يعني الكرة سقطت في هذا المكان يعني بالعين المجرد القوة الفعالة قوة الرمي والقوة الغير فعالة قوة الجاذبية لا نستطيع مشاهدتها بالعين لكن القوة الظاهرية التي تبعتها الكرة أو ناجتها الكرة هي التي يمكن أن نتابعها أو نشاهدها بالعين في الحالة الثانية لمحاولة رمي الكرة لإصابة الهدف قام الشخص بدفع الكرة بقوة فعالة أكبر نوعا ما هنا تم تسجيل الهدف والسبب في ذلك أن في الحالة الثانية أصبحت القوة الفعالة أكبر من القوة الغير فعالة وتسبب ذلك في أن الكرة أظهرت قوة ظاهرة أو ظاهرية مناسبة للوصول إلى الهدف إذن لدينا محاولتين أو حالتين الحالة الأولى على اليسار والحالة الثانية على اليمين الفرق بين الحالتين هو أن الحالة الأولى لدينا قوة فعالة صغيرة بالنسبة للقوة الغير فعالة تنتج لنا الزاوية كبيرة نوعا ما هنا نسميها الزاوية في بين القوة الفعالة والقوة الظاهرية أما الحالة الثانية أو حالة إصابة الهدف فلدينا قوة فعالة كبيرة بالنسبة للقوة الغير فعالة يعني تقريبا القوة الغير فعالة ضعيفة تنتج لنا زاوية فيه صغيرة كلما كانت القوة الفعالة كبيرة تكون الزاوية فيه بين القوة الفعالة والقوة الظاهرية صغيرة سأقضي في حالة ثالثة للشرح لأننا سنحتاجها أيضا لنفترض أن هذا الشخص قام برمي أو دفع القرى في الفضاء طبعا في الفضاء لا توجد قوة جاذبية أو لا توجد قوة غير فعالة هنا تكون القوة الفعالة تساوي القوة الظاهرية وهنا أيضا لا توجد لدينا زاوية فيه لأن القوة الفعالة والظاهرية متطابقتان وستكون متساويتان حسن جدا الزاوية فيه تكون لها قيمة معينة بالدرجة مثلا سنعتبر الحالة الأولى ستكون الزاوية فيه تساوي 40 درجة وفي حالة تسجيل الهدف ستكون الزاوية فيه صغيرة تساوي 30 درجة وفي الحالة الثالثة أي الفضاء ستكون الزاوية فيه تساوي 0 درجة الآن سنعود إلى مجالنا الكهربائي لدينا ثلاثة أشكال للقدرة شكلين رئيسيين هما القدرة الفعالة والقدرة الغير فعالة القدرة الفعالة نرمز لها بالحرف B ووحدتها هي واط والقدرة الغير فعالة نرمز لها بالحرف Q ووحدتها هي الفار ولدينا الشكل الثالث النتيجة الحتمية للشكلين الأولين وهي القدرة الظاهرية ونرمز لها بالحرف S ووحدتها هي الفولت أمبير والشيء المهم الذي يتحكم لنا في تواجد هذه الأشكال الثلاثة هو معامل القدرة تكون له علاقة بالزاوية في يكتب على شكل كوسينس في ودائما ما يكون هناك معامل القدرة تكون قيمته بين الصفر وواحد سنعود إلى تطبيق هذه المعارف على التجارب التي قمنا بها الثلاثة في حالة الفضاء أو الحالة الثالثة لا توجد لدينا هنا زاوية فيه لذلك يكون معامل القدرة يساوي واحد لأن كوسينس السفر تساوي واحد وكل الأجهزة الكهربائية التي يكون معامل القدرة فيها يساوي واحد توجد لديها فقط قدرة فعالة وقدرة ظاهرية وتكون متساويتان تماما أما القدرة الغير فعالة غير موجودة وتساوي السفر بالنسبة لحالة تسجيل هدف وهي الحالة الثانية التي نريدها دائما التي نرغب فيها كهربائيا أو نرغبها دائما تكون زاوية الإزاحة فيه صغيرة جدا وهنا يكون معامل القدرة في قيمة قريبة من واحد مثلا على سبيل المثال كوسينس في يساوي 0.8 أو 0.9 هنا تكون لدينا قدرة غير فعالة ضعيفة نوعا ما بالنسبة للقدرة الفعالة وتكون القدرة الظاهرية أكبر من القدرة الفعالة والقدرة غير فعالة في الحالة التي لم نسجل أو الحالة الأولى تكون الزاوية فيه كبيرة ويكون هنا معامل القدرة منخفض جدا عن واحد مثلا كوسينس في يساوي 0.6 أو 0.4 أو أقل من ذلك وهذه الحالة أي الحالة الأولى هي غير مرغوب فيها في مجال قربع ودائما ما نصلح معامل القدرة المنخفض ونقوم بالرفع من قيمتها عن طريق تصحيح معامل القدرة وهي التقنية آلية تعتمد على المكتفات سنشاهدها إن شاء الله في حلقات الصناعة يعني سنجد على العموم سنجد هناك أجهزة لديها فقط قدرة فعالة وقدرة ظاهرية وتقول متساويتين وسنجد أجهزة أخرى لديها قدرة فعالة وقدرة غير فعالة وقدرة ظاهرية والاختلاف هنا سببه الزاوية فيه ومعامل القدرة الكهربائية هذا هو أهم عامل في تحديد الأشكال الثلاثة للقدرة الكهربائية في الطيار المتردد أظن أنكم الآن فهمتم جيدا العلاقة بين الأشكال الثلاثة للقدرة الكهربائية والدور المهم للزاوية فيه ومعامل القدرة كوسينس فيه في الغالي معامل القدرة كوسينس فيه يتم إعطاء قيمته لنا على لوحة بيانات الأجهزة والآلات بالإضافة إلى القدرة لأن معامل القدرة مهم في حسابات الكهربائية وفي حساب القدرة الكهربائية أما الزاوية فيه بالدرجة نقوم بحسابها بسهولة بواسطة وعامل القدرة لأن قيمة الزاوية فيه بالدرجة مهمة أيضا لنا أحيانا كل هذه الحسابات هي سهلة فقط عليكم أن تتوفروا على آلة حاسبة علمية على هاتفكم وإذا لم تكن متوفرة سأعطيكم موقع ليسهل عليكم العمليات الحسابية أظن أن المفاهيم أصبحت واضحة نوعا على ما يبدو لي أن أتمنى ذلك وإذا كنت قد شاءت هذه اللحظة إلى هذه النقطة أرسل لك تحياتي فأنت متابر وصبور إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في الحلقة المقبلة إن شاء الله سنتعرف على القدرة الفعالة وكيفية حسابها وكيفية تحديد معامل القدرة لأجهزة الكهربائية إذا لم يكن متوفر لنا معامل القدرة دمتم بخير وإلى اللقاء